أهلا بكم وصلت السيدة ألكسا ولا خيار سواها لتعويم الحكومة على اعتبار أن مياه الأمطار التي ستتساقط غدا هي في أعلى معدلاتها على الإطلاق بما يسمح للحكومة ونجيب ميقاتي وسادة الوزراء بالعوم على وجه الماء إذا مقصروا في خدماتهم تجاه المواطنين وتلهوا عن مشكلات الناس بفتح بعضهم بعضا أما التعويم السياسي فقد ذهب مع الريح وآخر طلقات الرحمة وجه الرئيس فؤاد السنيورة بإعلانه أن تعويم الحكومة غير وارد وغير واقعي ميقاتي الطامح إلى استرداد الحكومة عوم نفسه بين 53 رئيس دولة في جوهانسنبرغ حيث اجتمع العالم في استاد لكرة القدم لإلقاء النظرة الأخيرة على مديب الحرية نلسن مندلا حفل التشيع الشعبي ورسمي شهد أول مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأكثر الخصوم صلابة راول كاسترو هذه المصافحة ما عادت مستغربة في عالم متغير أصبحت فيه أمريكا في حضن إيران وتل أبيب تمد يد الحوار لطهران حيث براز لا يرها عدوا ونتنياهو يحث الغرب على مطالبة إيران بوقف عدائها لإسرائيل فيما أصبحت الجمهورية الإسلامية بوابة عبور إلى المنطقة وعاصمتها تودع خالجيا لتستقبل عربيا آخر والدولة المعزولة باتت قبلة المؤمنين السياسيين الأجواء الماطرة في السياسة الدولية انتقلت إلى الكويت مع افتتاح القمة الخالجية التي عبرت عن ارتياحها إلى اتفاق جونيف النووي وأيدت الحل السياسي في سوريا فيما يستعد النظام والمعارضة في الداخل السوري لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض لكن النظام تقدم على معارضيه من خلال عمليات القدب في القلمون فبعد سيطرته على النبك بدأت مرحلة القصف على يبرود تمهيدا لدخولها وهي تعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في تلك المنطقة الاستراتيجية